هل في طريقة أقدر أعمل الفيديوهات لأشخاص بتتكلم بنفس طريقة View 3 بس بشكل مجاني؟ ده لنطلب كتير الفترة اللي فاتت من ناس كتير ما قدرتش تستخدم أو مش عارفة تستخدم جوجل View 3 فلو أنت بتدور على طريقة تعمل فيديوهات بالزكاة للصناعي شوف الفيديو للآخر ولو عاستعرف الطرق اللي أنا شرحتها لعمل فيديوهات ب View 3 هسيب لك روابط الفيديوهات دي في وصف الفيديو أو هتلاقيها جوه القناة فلو أنت مهتم دوس لايك وسبسكرايب وفعل زي الجرس ويلا بينا نبدأ بطل فيديو النهاردة هو موقع Dreamface موقع كويس جدا بتقدر أن انت تضيف له صورة أو فيديو بيقدر أنه هو يعمل لك Lip Sync للفيديو لو وضفت له هنا ناس يحولوك له صوت أو صوت جاهز يحوله لك لطريق صوتي باللضافة كمان أنه هو بيقدر يعمل Lip Sync للPet أو الحيوانات بالشكل ده يقدر يعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعية يقدر يعمل فوتو أو تعديل على الفوتو زي إزالة الخلفية إذن هو يحولها لأنيميشن يعملها إنهانس حاجات شبه كده وأدوات تانية كتير تقدر تجربها في الموقع عشان تقدر تعمل ده لازم أولا أن انت تسجل حسابة في الموقع عن طريق Login أو Sign Up لو ضغطت عليها بتختار هنا الإيميل بتاعك أو ممكن تسجل بجوجل على طول بعد ما بتختار إيميلك خلاص أصبح عندك حسابة في الموقع هيديك هنا اتنين كريديت تقدر تستخدمهم في عمل فيديوهات أعتقد بيدهم لك كل أسبوع في النسخة المجانية عايزين بعد دلوقتي نحن نعمل تجربة كاملة باستخدام DreamFace فمحتاجين نحن نعمل شخصية مفروض لو أنا جيت دلوقتي ضيفته صورة أو فيديو هيطلب مني هنا أن أنا أضيف صورة لما بتجي تضيفت صورة هنا هو مفروض أن هو هيقول لك إنه محتاج الصورة تكون بشكل معين إن هي تكون ظهرة بشكل صحيح زي مثلا الفيديوهات اللي قدامنا دي الشخص ظاهر وبصص الكاميرا بالشكل ده فاحنا عايزين نجاهز الحاجات دي الأول وبعد كده نحولها الصورة نحولها الفيديو ونجاهز الصوت بتاعنا ونشوف هنعمل ده إزاي هتوجه دلوقتي لموقع ChatGPT أنا هنا دلوقتي على ChatGPT تقدر تستخدم البرو أو البلاس أو المجاني من في شئ المشكلة إنه احنا فقط هنستخدمه في عمل اسم أو برومت لشخصية معينة نقدر إنه احنا نستخدمه في الفيديو بتاعنا هاجي هنا هكتب لي ChatGPT أمر إنه هو يعمل لي شخصية معينة كنتبت له هنا قم بكتابة برومت لصورة عامل في منجان فحم يرتدي ملابس العمال ويقف متسخ بأثار العمل ويظهر ثلثي جسمه الأعلى وكانه يحور الكاميرا بعد كده هضغط على إرسال هيبدأ دلوقتي إنه هو يكتب لي البرومت بالشكل ده هاجي بعد كده هاخد البرومت اللي طلع ده هحدده كده باللغة الإنجليزية وهكده أخذ كوبية وتوجه لموقع يقدر يعمل لي صورة له البرومت ده موقع كريا اي اي لسه بيديك استخدام مجاني لي عامل الصور ممكن يكون بيكون يومي أو أسبوع أو شهري هنفتح الموقع وبعد ما نسجل حساب هنضغط على جينوريت اميج هيفتح معاك الصفحة دي هنجي هنا في المكان ده وبنضيف البرومت بتاعنا وهنجي هنا نختار الأبعاد بتاعتنا اللي هي هنممكن تبقى تسعة لستاشر أو ستاشر لتسعة زي ما انت عاوز مهم ان يكون ظاهر الشخص فيها كامل هنضغط على تسعة لستاشر ونضغط على جينوريت تعالى نشوف التصميم هيطلع معنا الزي بدت الوقت ان هو يعمل لي أربع تصميم للشخصيات هنبدأ نشوف التصميم بعد ما تخلص ونختار التصميم المناسب انا طبعا شايف ان ده ممكن يكون أنسب واحد أو دا على حسب انت تختار ايه وتجي هنا تضغط على دامولود وتحمله لو انت عايز تستخدم موقع تاني مجاني تماما فاحنا ممكن نستخدم موقع ويسك اللي انا شرحته قبل كده او من جوجل بس هتحتاج ان انت تكون عندك لو فعلت كل ما عليك ان انت هتروح هنا تضغط في البحث تختار هيفتح معك الصفحة دي اضغط عليها بالشكل ده هيحولك على الصفحة دي اللي فيها هيظهر لك من انك اصلا ممكن هنا تضيف الخاص بيك وتختار البعد المناسب وتضغط على وتلقائيا هيعمل لك التصميم بتاعك على طول مجرد ما تضغط على بالشكل ده هنا طبعا هتحس ان الصور احسن شوية للعمال هنا ظاهر عليهم العناق قوي لو عاجبك تفاصيل الشخصية ممكن انت هتثبت بعد كده بحيث يعمل لك نفس التفاصيل الشخصية او لو انت خلاص عاجبك اي تصميم اضغط عليه وحمله مثلا عاجبك ده اضغط عليه تلات نقط وضغط على عاجبك ده اضغط على التلات نقط ووامل عايز استخدم الويسك هنضغط على هيحولك على الموديل الخاص بويسك ده طبعا متقدم عن امج اف اكس واحسن بكتير وفي امكانات جميلة جدا تقدر تستغله في عمل فيديو اصور احترافية جدا اول ما يفتح معاك هنجي هنا في المربع ده هنيجي هنا في المستطيل ده وهنكتب بتاعنا ونيجي هنا نختار البعد تسعة الستاشر او اي بعد انت عايزه ونضغط على ارسال قبل دلوقتي يعمل لك هنا صورتين بالشكل عمل هنا الصورتين بالشكل ده عجبك اي تصميم في يوم كل بساطة بتوقف عليه هتظهر لك علامة وتقدر تحمل التصميم بعد ما عملنا الصور محتاجين ان احنا نحاول الصور لفيديو فهروح لموقع موقع ده بيقدم لك خدمة بشكل مجاني تقريبا بيديك ان انت تعمل فيديوهين او تلاتة ولكن عيب ده من ان هو مش بيعمل صوت فلو كان بيعمل صوت احنا كنا وفرنا على نفسنا كل ده هنيجي هنا في الموقع هنعمل لوجن عشان نقدر نستخدمه ونضغط او اي ايميل تاني بعد كده بنختار الايميل بتاعنا وتلقايا هنضغط على متابعة اصبح عندنا هنا حساب في الموقع هنيجي بعد كده نروح هنا على المستطيل ده نضغط عليه وهنروح نجيب الصورة اللي احنا عملناها نختار احسن الصورة بقى تعجبك انا عجبني دي بصراحة نضغط على ونضيف الصورة طبعا هيجي هنا يقول لك او هيحدد هنا طبعا الابعاد بتاعتك هنختار تسعة ساعة ستاشر عشان يجيب الصورة كاملة ممكن تكتب هنا اي حاجة انا مسلا هكتب ان الشخص ده واقف وبيتكلم وبيحرك ايده وبعد كده هضغط على وتعالى نشوف الفيديو هيطلع معنا ازاي خلص الفيديو تعالى كده نشغله هنا الراجل واقف طبعا بصراح الامر فرق كتير لما انا كتبته ما كانش زي ظاهر معاه لأول بشكل ان راجل واقف بيتكلم بالطريقة دي هنا بكل بساطة هيا اضغط على التلات نقط دول ونضغط على دون لود اصبح عندنا الفيديو جاهز ولكن محتاجين بقى التعليق صوتي وهنا هنستخدم ادامة مجانية من جوجل اي اي استوديو كنت شرطا قبل كده قوية جدا في انشاء هذه التعليقات الصوتية نبرا نروح لنشوفها هدخل على جوجل هكتب جوجل اي اي استوديو هضغط على جوجل اي استوديو هيفتح معايا الصفحة دي بالطبعا هتفتح بحساب جوجل الخاص بيك او لو مش مسجل الحساب هتسجل حساب هتفتح معاك الصفحة دي على طول هو هنا ظهر قدامي او ممكن تضغط على ميديا هتظهر لك هنا تضغط عليها هيفتح معاك الصفحة دي اللي فيها بيبدأ ان هو يجيب لك الصفحة دي انا اشرحها قبل كده بالتفصيل وهنا بتقدر تكضيف الكلام اللي انت عايزه وتحدد الشخصيات اللي انت عايزها هنا طبعا بتقدر تختار شخصيتين فانا محتاج اعمل صوت ولكن في الحالة دي انا اختار شخصية واحدة بس فانا محتاج شخصية واحدة بس تكون معايا هقدر اتحكم فيها دلوقتي لما اجي هنا مسلا همسح وهاجي هنا في الاسبيكر وان اضيف الكلام اللي انا عايزه يتقال فهبدأ ان انا اكتب اي تفاصيل اي بقى الكلام اي ان كان الكلام اللي انا هقوله هرتبه كده وبعدين هكتبه هنا بالشكل ده هكتب الكلمتين دول قلت له هنا اقول في الحقيقة انا مش حقيقة انا زكاية الصناعي ومش معمول بفيو سري انا معمول بطريقة تانية الكلام هنا نكتب بالشكل ده وكل ما عليك انك هنا بتيجي تختار الصوت اللي انت عايزه نقدر نختار الصوت هنا في الاسبيكر وان اضغط عليه بالشكل ده طبعا محتاجين صوت راجل اوكي ممكن اختار وبعد كده نضغط على تعال نشوف الصوت هيطلع مع نزل تعالي بقى نسمع الصوت كده بعد ما خلص هنشغله هنا بالشكل ده في الحقيقة انا مش حقيقي انا ذكاء اصطناعي ومش معمول بفي او ثري معمولة بطريقة تانية كله تمام انا هنا بصراحة اختارت الموديل اللي هو الجمناي 2.5 فلاش بري فيو تي اس ده كان الفلاش بيبقى احسن كتير في النوت بس طبعا نحس ان الصوت ممكن يكون بعيد شوية عن الشخصية فتعالا كده نسمع اصوات تانية ممكن ده يكون احسن شوية ونغطينا على تاني نسمع الصوت في الحقيقة انا مش حقيقي انا ذكاء اصطناعي ومش معمول بفي او ثري معمولة بطريقة تانية هنضغط على التلات نقط ونحمل الصوت اصبح عندنا هنا الصوت والفيديو ونرجع بقى تاني لموقعنا اللذيذ موقع دريم فيس هنا بقى نيجي في دريم فيس وهنبدأ ان احنا ننفس بقى اللي احنا عملناه فهاجي هنا فوق اضغط على الفوتوز وهضغط على ابلود وهختار الفيديو بتاعي وبعد كده هروح اجيب الصوت اللي انا عملته دلوقتي هجيب الصوت ازاي هنا ضفت الفيديو المفروض هضغط على اديو طبعا تقدر تكتب نص هنا يحوله لك الفيديو ولكن لصوت يعني او تعليق صوته بس هنشاف ان احنا لو ضفنا صوت هيكون افضل لانه ممكن تضيف صوتك شخصيا وهجي نضغط على ابلود واختار او ابلود فروم ديفايس يعني تتحمل من الجهاز ونروح بقى نجيب هنا الصوت اللي احنا عملناه اعتقد هيكون ده الصوت ونضغط على اوبين وبعد كده اصبح عندنا الصوت جاهز نقدر نسمعه في الحقيقة انا مش حقيقي اصبح عندنا الصوت جاهز والفيديو جاهز وهنضغط على وتعالى نشوف النتيجة هتطلع معانا ازاي هنا الفيديو خلص اقدر اضغط على العلامة دي وحمل الفيديو وتعالى كده بنشوف الفيديو بعد ما حملناه هيشتغل معانا هيبقى عامل ازاي في الحقيقة انا مش حقيقي انا ذكاء اصطناعي ومش معمول بمعمولة بطريقة تانية في الحقيقة انا شايف النتيجة كويسة وهتبقى فرصة كويسة برضو الناس اللي عايزة تعمل او تخلي الفيديوهات بتاعتي هتتكلم منها بس الطريقة دي باكتر من اداة بس اعتقد ان انت في الفيديو ده ممكن تكون تعرفت على اكتر من اداة بأتمنى تكون استفادت من الفيديو وتقدر دلوقتي تعمل الفيديوهات بالشكل اللي نسبك لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تنسيب لي وراك في تعليق لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعلش الجرس علشان يوصلك الشارب بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم